بدأت الشرطة البلجيكية عملية ملاحقة للعثور على شخص يشتبه بأنه أحد منفذي الاعتداءات المنصقة التي ضربت الثلاثاء مطار بروكسل الدولي ومحطة مترو وتبنها تنظيم الدولة الإسلامية مخلفة نحو 30 قتيلا وأكثر من 200 جريح كانت صدبة كبيرة بنسبة لنا عندما استيقظنا صباحا وتلقينا المعلومات نريد أن نقول لشعب البلجيكي أننا معهم ونفكر بهم أعيش في الولايات المتحدة لكن بلجيكية جذوري بلجيكية وأشعر كأنهم قاموا بقتل أحد أفراد عائلتي وقد وقفت بروكسل ظهر الأربعاء دقيقة صمت في ذكرى ضحايا الاعتداءات التي هزت العاصمة البلجيكية الثلاثاء وسيحضر ملك بلجيكا فليب والملكة ماتيلد وكذلك رئيس الوزراء شارل ميشيل مراسم ذكرى الضحايا في محيط مستديرة شومن واستمراكز المؤسسات الأوروبية كما أوضح القصر الملكي ترجمة نانسي قنقر